فإذا السؤال لماذا ظهر يسوع المسيح ظهر أحبائي ليبرهن قيامة الجسد يسوع قام بالجسد وحتى بعد القيامة أكل مع التلاميذ وتحدى التلاميذ قال جسوني عظم لكنه كان جسد ممجد ومش بس هيك تحدى تومة قال له تعال يا تومة حط إصبعك فآمن تومة ربي وإلهي فمهم جدا أحبائي ليبرهن قيامته بالجسد شئتان أحبائي ظهر المسيح للتلاميذ لتقوية إيمانهم فالمسيح ابتدأ في إرساليته في دعوته للتلاميذ خلال فترة ثلاث سنين ونص كان معهم والآن البرهان والدليل الصاطع إنه حي أمامهم وقوى إيمانهم قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به والمسيح صرح أيضا أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد فموضوع القيامة بالجسد قوى إيمان التلاميذ عزز ثقتهم وجعلهم ينطلقون بقوة الروح القدس بشجاعة بدون أي خوف مستعدين أن يموتوا ويضحوا بحياتهم من أجل يسوع المسيح ثم أحباء شيء ثالث القيامة أظهرت مصداقية رسالة وإرسالية المسيح فالمسيح جاء من السماء وتجسد وأخذ جسد إنسان كامل إنسان كامل بلا خطية وصرح تصريحات عديدة أنا هو ومش بس صرح أنا هو مصداقية إرساليته أحباء النجاء من السماء وكان مبرهن بآيات وعجائب وقوات ومبرهن أيضا بقوة القيامة وأيضا هذه المصداقية أثبتت رسالتها وإرساليتها من خلال ظهوره للتلاميذ شيء رابع أحبائي المسيح حافظ على وعده أنه سيقوم في اليوم التالت فرأوا أنه فعلا يسوع المسيح قام في اليوم التالت وهذا يعتبر تأكيد وأثبت طبعا كل شيء التأكيد مش بس إنه قام وإنه ظهر وإنه صعد إلى السماء وفي السماء رح يتكمل خدمته رح يكون وسيط ورح يكون الشفيع ولكن أيضا وعد بإرسال الروح القدس أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر